موسيقى ألمكم من جديد الكبد الدهني من أكثر الأمراض شيوعا لدى الكثيرين لكن أغلب المصابين به ليس لهم علم وهو يحدث عندما تتراكم الكثير من الدهون على الكبد ما يمكن أن يؤدي أحيانا إلى مشاكل صحية خطيرة وبشكل عام قد لا تظهر أعراض مرض الكبد الدهني إلا عند بعض الناس قد تشعر بالتعب أو فقدان الشهية أو الألم وعدم الراحة في منطقة الكبد وللمزيد عن الموضوع تنضم إلينا في الستوديو الدكتورة سناء الركوك أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد صباح الخير دكتورة صباح الخير دكتورة يعني زي ما قلنا دكتورة هذا المرض أكثر شيوعا فيما يخص الكبد لماذا تتراكم الدهون على الكبد وماذا الخطورة؟ أعرف بالكبد الدهني في بعض الناس بيعرفوه باسم الفاتي ليفر الكبد الدهني حالة مرادية للكبد وكيف ما قلت بيتراكم الدهون في الكبد وبنتكلم على الكبد الدهني لما بيكون الكبد محتل بعشرة في المية على الأقل من الدهون هي بالنسبة للأسباب اللي بتهدي لهذا التراكم عند علاقة عامة بأسلوب الحياة وبنمط التغذية فالسبب الأول هي السمنة أو الإفراط في الوزن هذه الحالة بتسبب شيء بنسميه إنسولين رزيستنس أو المقاومة للإنسولين وهذا يسبب خلل في تمثيل الغداء للدهون فبتروح الدهون للكبد وبتتراكم هناك الأسباب الأخرى واللي هي أيضا شاعة كتير هي مرض السكري الغير منتظم ارتفاع الدهون في الكبد في الدم اللي بنسميها الكوليستيرول أو الدهون التولاتية اللي هي تريجليسيرايد الأسباب الأخرى هي أيضا ارتفاع ضغط الدم بين الأسباب أيضا هي فقدان الوزن بسرعة وفي فترة زمنية قصيرة الأشياء المثلا بنلاحظها بعض عمليات الجراحة لتخفيف من الوزن أو تغيير مصاري المعدة وبعدين في أسباب أخرى فرعية مثل تناول بعض الأدوية مثل الكورتيزون بعض الهرمونات أو الأدوية اللي بنستعمل لعلاج سرطان الاكثار منها ولا استخدامها؟ استخدامها لكن هذه أسباب فرعية أهم الشيء هي السمنة هي السكري ارتفاع الدهون في الدم طب دكتوري ما عرف يمكن ناس كثير تعرف أو تسمع بالتليوف الكبد تشمع الكبد لكن يمكن دهون الكبد قد لا يكون ناس كثير يعرفوها فبالتالي ما نعرف مدى إصابة مدى يعني هل الإصابات كثير تعتبر بالنسبة لأمراض الكبد؟ كثير كثير على مستوى العالم الآن الإصاعات الأخيرة بتدلع أنه من خمسة لعشر فيلمية من كل سكينة العالم هي مصابة بالكبد الدهني ولاحظنا أنه في الفترات الأخيرة في كل العالم العربي في ارتفاع بأربعين في المية من نسبة الإصابة بالكبد الدهني إحصاءات أخرى محلية بتشير أنه تقريبا أربعين في المية من سكان الإمارات معهم هذا الكبد الدهني معلومة مهمة هم ما يكونوا يعرفوا يعني أعراضه تختلف عن أعراض مشاكل الكبد الأخرى؟ بتختلف عامة الأعراض بتكون صامتة يعني المريض ما له أعراض بيروح الطبيب بيعمل فحوصات دم روتينية أو بيعمل كشف على البطن بالموجات الفوق الصوتية اللي بنسميها التراساوند أو صنار وبيكتشف أنه عنده كبد الدهني لكن ما عنده أعراض مرضة أخرى يمكن يشتكوا من أعراض لكن طفيفة عامة بإحساس بالتعب بالإرهاق بالرغبة في النوم في بعض الأحيان بيكون في بعض الأوجاع الألم على مستوى الكبد يعني على اليمين أو إحساس بالتضخم على اليمين يعني يمكن الأعراض مشابعة لأمراض أخرى فبيصعب التشخيص يعني لازم ناخد خزعة من الكبد ولا إيه الخطوات كيف يتم التشخيص؟ بالنسبة للتشخيص التشخيص الأولي بيتعمل بفحوصات دم يعني بنجري فحوصات دم بنكشف على وظائف الكبد أنزيمات الكبد وبفحص آخر اللي هو بالصنار يعني الموجات الفوق الصوتية في هذا الحالة لما بيكون فيه كبد الدهني الكبد بيظهر أبيض هو عاديا بيظهر رمادي بنشوف أيضا أنه في ارتفاع في زيادة في حجم الكبد تضخم في الكبد من قبل كانت الطريقة الوحيدة لتأكيد التشخيص هي خزعة الكبد لكن الآن الحمد لله في طرق أخرى بنتجنب أن نعمل هذا النوع من الفحص اللي يمكن يخوفه عنده أيضا ريسكس الآن في فحوصات دم وأشعة مميزة بتعطينا صورة رقمية على حالة الكبد نسبة وجود الدهون لو في التهاب لو في تليوف في حالة الشخص اكتشف أنه عنده عمل فحص واكتشف أنه عنده دهون الكبد ما العلاج وهل يستمر فترة طويلة أو ممكن علاجه بسهولة هو العلاج يمكن يرجع الكبد لحالته الأصلية لو تم تشخيص الكبد الدهني مبكرا قبل ما اترق لهذا السؤال لجب أوضح شيء في نوعين من الكبد الدهني في الكبد الدهني اللي عنده علاقة باستهلاك الكحوليات والنوع الآخر اللي ما عنده علاقة باستهلاك الكحول وأنا بتكلم الآن على هذا النوع من الكبد الدهني اللي ما عنده علاقة باستهلاك الكحوليات عشان هو اللي شيع كتير في العالم العربي في حالة أنه شخص اكتشف أنه عنده الكبد الدهني أول شيء لازم يعرف أنه لازم متابعة مستمرة مع الطبيب الأخصائي لازم أيضا يتم الكشف على السبب الكبد الدهني عشان في أسباب متعددة مثلا لو هي مشكلة سمنة أو زيادة في الوازن لازم نحط مع المريض خطة للتخفيف من الوازن ولازم هذا الوازن يخف بصفة تدريجية وعلى مدة طويلة مش أكتر من كيلو ونصف في الأسبوع مثلا لازم أيضا نشوف مع المريض طريقة التغذية وننصحه بأنه يكتل من الفواكه من الخضر يقلل من الدهون بالطبع يعني يغير النظام الغذائي يغير النظام الغذائي يكون صحي بس طيب لا في أشياء أخرى لو كانت المشكلة هي السكري وغير متضم لازم بالطبع علاج هذا السكري لو كان الكوليستيرول الدهون بالكبد الدهني لكن في بعض الأدوية مثلا يمكن تحسن استعمال الدهون في الجسم في بعض مضادات الأكسادة من بعض الفيتامينات الفيتامين إي مثلا يمكن نعطيه في بعض الحالات في أدوية أخرى بتقل من هذا الإنسولين أو المقاومة للإنسولين وبالطبع لأدوية أخرى اللي بتقلل من الكوليستيرول والترقليستيرايد والآن في أبحاث كثير على أدوية إن شاء الله حتكون في الجيل الجاي اللي بتقلل من التهاب الكبد وبتحسن أيضا تليه في الجيل شكرا لتواجدك معنا اليوم يا دكتورة أي شخص يعاني بالذات إذا من السمنة أو من السكري عنده أعراض تعب فقدان وزن عياء يعمل فحص الكبد شكرا جزيلا لتواجدك معنا شكرا